حرب الصحراء المغربية أكبر طعنة تعرض لها المغاربة من أشقائهم العرب حرب شرسة شنت على المغرب من طرف نفس الأطراف الذين تم احتضانهم وتسليحهم وتمويلهم من جيوب المغاربة لينالوا الاستقلال من الاستعمار الفرنسي لكن في المقابل وفي أبشع صور نكران الجميل وأبهى تجليات مقولة التقشرة من أحسنت إليه سيتم شن هذه الحرب ما العلم أنه استشهد فيها مقاومين مغاربة كانوا سابقا قد حاربوا مع الجزائريين من أجل الاستقلال من الاستعمار الفرنسي تبدأ القصة في سنة 1975 حيث انطلق 350 ألف مغربي برفقة الجيش في مسيرة هي الأضخم في تاريخ البشرية والهدف ترضى المستعمر الإسباني من الصحراء المغربية التي تؤكد الوتائق التاريخية أنها كانت تابعة وخاضعة لبيعة السلطة المركزية للمملكة المغربية المسيرة التاريخية التي سميت بالمسيرة الخضراء حققت نجاحها والمستعمر الإسباني خرج إلى غير الرجعة ورفرفت الأعلام المغربية في الصحراء لكن ما لم يدركه المغربة في ذلك الوقت أنهم من يسمون أنفسهم بالأشقاء في الإسلام والعروبة طامعون في واجهة على المحيط الأطلسي ومن أجل ذلك تم إنشاء جبهة انفصالية تلقت الدعم المالي المباشر من معمر القدافي حاكم ليبيا بالانقلاب وجنرالات الجزائر الذين أمسكوا السلطة بالدبابة وقاموا بمجازر لا تحصى في الشعب الجزائري التحالف لم يتوقف هنا فقط بل سوف تنضم سوريا وموريتانيا لاحقا بشكل غير مباشر وبفضل أموال النفط الليبي والجزائري قاموا باستئجار المعسكر الشيوعي العالمي بأكمله فأحضروا مرتزقة من كوبا وفنزويلا وألمانيا الشرقية وفيتنام وغيرها من الدول وأما الاتحاد السوفيتي فقدمت لهم لد وطابة من الأسلحة الحديثة في ذلك الوقت فأموال النفط سهلت كل شيء ومن هنا سيبدأ المرتزقة بتحريض مباشر من دول عربية هي ليبيا والجزائر وسوريا بشن هجمات مفاجئة على الجيش المغربي في مدن الصحراء وبفضل الفيتناميين والكوبيين الذين كانوا متمرسين على حرب العصابات كانت الهجمات مفاجئة وغادرة ليسقط العديد من الشهداء المغاربة برصاص الغدر والخيانة استمرت الهجمات بهذا الشكل حيث كان يقوم المرتزقة باختطاف سكان الصحراء وإرسالهم إلى مخيمات في تندوف وذلك قبل أن يقوم الجيش المغربي بتشكيل وحدات وفيالقة خاصة لهذه الحرب فالحرب في الصحراء كانت تعتمد بشكل رئيسي على وحدات خفيفة مجهزة بشكل مناسب لتلك الظروف وليس وحدات نظامية التي يمكن أن تلاقي مشاكل كبيرة في حرب الاستنزاف فيلق أحد فيلق الزلاقة فيلق الأرق هي الفيالق الثلاث التي تم تشكيلها خصيصا لمواجهة المرتزقة ومنذ دخولها للحرب بدأت في تغيير مجرى الأمور ورد الصاع صاعي حيث كانت تقوم بمهاجمة مخابئة وخطط إمداد العدو بدل الاكتفاء بالدفاع فقط ولكن حتى مع تغيير موازين الحرب كان لابد من إيقاف حرب الاستنزاف هذه فانتهاء الحرب كان مرهون بأموال النفط الليبي والجزائري الذي كانوا يصرفونه بسخاء على اقتناء أحدث الأسلحة في ذلك الوقت للعدو وفي نهاية الأمر أمر الملك الراحل الحسن الثاني بالبدء في بناء أطول جدار دفاعي في العالم والذي استمر بنائه عدة سنوات تطلب جهد كبير من وحدات الهندسة العسكرية والوحدات الأخرى التي كان عليها أن تقوم بحماية الجدار من هجومات العدو التي لم تكن تتوقف ولكن بعد انتهاء الجدار تحولت مجريات الأمور بشكل فعلي فكل هجوم قام به العدو ضد الجدار كان ينتهي بقتل وأسر جميع من يشارك في الهجوم ولم يكن يعد أحدا منهم ليحكي جاحم الجدار الدفاعي المغربي ومن جهة أخرى أصبحت المدن المغربية في الصحراء المؤمنة بشكل كامل وبعد عشرين سنة من هذه الحرب الشارسة قام القداف بتوقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار مع الملك الحسن الثاني حيث انتهى حلم الوصول للمحيط الأطلسي وداعت معها مئات الملايير من الدولارات من جيوب الشعب الليبي والجزائري ولتظل الراية المغربية ترفرف في الصحراء بفضل تضحيات الرجال القوات المسلحة الملكية المغربية الذين أبانوا عن شجاعة وحرة في يون كوران للدات في هذه الحرب التي شنت على المغاربة من طرف ما يسمى بالأشقاء